اشتركوا في القناة ببنزر تقريبا من مليمتر إلى تسعة بيسليانا وبجية الساحل بيسوسة من مليمتر إلى ست مليمترات بيتونس الكوبرى وبيسليانا وأمطار محلية بجية الوطن القبلي لم تتعدل مليمترات بالنسبة لمناتق الجنوب اليوم تواصلت معنية بدرجات حرارة نسبيا مرتفعة أرقام لي كانت من بين سبعة وثلاثين لاثين واربعين درجة مع هبوب رياح الشيلي بالإضافة إلى نسبة رتوبها العالية وبالنسبة للشمال قرب سواحل وأيضا المرتفعات عشنا تراجع نسبي في درجات الحرارة وفيما يخص الأرقام كانت من بين تسعة وعشرين إلى أربعة وثلاثين درجة ومميزات الوضع الجوي الحالي نشوفهم كالعادة من خلال تسلسل سوى القمارة الاصطناعي السماء اليوم اللي كانت مغاشية ببعض صحب بأغلب مناطق البلاد والتي تكثفت بصفة تدريجية بعد الضر بالشمال وبالوسط مع تواصل ظهور خلايا راعدية كانت مرفوقة بأمتار متفارقة والجنب الحركي كان مميز الوضعية الجوية بمناطق الجنوب كنت وقعنا التشكل مخفض لضغط الجوي على الجنوب التونسي الجزائري والسهم في هبوب رياح نسبيا نشطة بمناطق الجنوب نتوقع ليلة بشكونا صحوبة بدوير رملية محلية تجاوز حدة وفعلية رياح 80 كم في الساعة أثناء ظهور الخلايا راعدية ومؤشرة الأمتار راعدية تبقى متواصلة ليلة بالشمال بالوسط وأيضا بمناطق الجنوب الشرقي تكون مؤقتا غزيرة وفيما يخص درجات الحرارة نتوقع ليلة تكون من بين 27 إلى 31 درجة تقريبا أقل بالشمال وأيضا بالوسط ممكن الأرقام تكون من بين 22 إلى 27 وفي مستوى 29 درجة بالمرتفعة الغربية للبلد بالنسبة اليوم الغد إن شاء الله نتوقع هدوء نسبي ظهور مجموعة مسحوب المرتفعة بأغلب مناطق البلاد تقصي يكون مغيم جزئيا تقريبا بأغلب الجهات وفيما يخص درجات حرارة يوم الغد نتوقع بشكون في مستوى 31 بتونس الكبرى 32 بجيئة وطن القبلي نتوقع 30 بأقصى الشمال ببنزرت 34 بزغوان بربوع الشمال الغربي تقريبا حرارة تكون في مستوى 35 بباجة 36 بجاندوبا 34 درجة بسليانا وأيضا بالكاف بمناطق الوسط أقل بـ 32 35 بالقيروان بالنسبة لجيئة الساحل بسوسة والمنستير الحرارة القصوى تكون في مستوى 30 درجة 29 بالمهدية 32 بسفاقس 33 بقرقنة 35 بيسيلي بوزيد 32 بالقاسرين بمناطق الجنوب درجة الحرارة تتوصل نسبيا مرتفعة بيقافس 37 40 بتوزر بيكبلي 39 نتوقع 31 بيقابس وبقية مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيرة جربة تقريبا تكون الحرارة القصوى في مستوى 31 34 بمدين 35 بتطوين وأيضا برمادة بالنسبة للملاحة والسيد البحري بمنطقة سيرات ريح تكون في أغلبها من القطاع الشرقي سرعتها من 10 إلى 20 عقدة وتصل مؤقتا إلى مستوى 25 بعد ظهر بحري يكون قليل الاثتراب إلى مضترب بخليج تونس ريح تكون من قطاع الشرقي ثم تتجه إلى قطاع الشمالي سرعتها من 10 إلى 15 عقدة وتتقاوى فعاليتها نسبيا بعد ظهر تقريبا تتراح من 15 إلى 20 عقدة والبحري يكون قليل الاثتراب بالنسبة لخليج حمامات واجية الساحل ريح تكون شمالية شرقية سرعتها من 15 إلى 20 عقدة سباحا وتتراجع إلى مستوى 10 إلى 15 عقدة بعد ظهر البحري يكون مضترب فتدريجيا قليل الاثتراب بمنطقتين الشابة وجربة وصولا إلى جرجيس ريح تكون شمالية شرقية سرعتها من 15 إلى 20 عقدة وتصل مؤقتا إلى 30 والبحري يكون مضترب كالعادة المدوك بفكرة حول حالة التقس ببعض المدن والعواسم الأجنبية 35 درجة بين وكشت بعد صحوب العابرة بالمغرب الأقصى وأيضا بالجزائر 33 بيترابلو السماء الصافية 39 بالخرطوم أجواء غايمة جزئيا بالنسبة للقاهرة نتوقع 35 درجة بالبقاء المقدسة 44 بالمدينة منورة 41 بمكة المكرمة حرارة نسبية مرتفعة بالدوحة أبو ذبي 38 33 بمسقط 44 بالكويت 41 أيضا ببغداد بالنسبة لشرق الأوسط نتوقع 32 بدمشق صحوب عامة قليلة ببيروت وبالقدس الشريف والحرارة في أوسط العشرين 27 بإسطنبول وبأوروبا نتوقع ظهور مجموعة بصحوب العابرة بروما 29 25 بفينا صحوب كثيفة باماستردان ببريكسيل وأيضا ببرلين صحوب عابرة بباريس وبمرسيليا 27 درجة السماء الصافية بجناف أمتار منتظرة بمدريد 27 24 درجة بلشبونة تطور وضع الجوي خلال الفترات القادمة تواصل ظهور صحوب المرتفع بأغلب مناطق البلاد يوما لأحد الجانب الحركي هو ليكون مميز الوضعية الجوية رياح تكون قوية نسبيا إلى قوية قرب سواحلة الشمالية ضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق البحر يكون مضترب فشديد الاثتراب شمال البلاد ومضترب إلى عفوا قليل الاثتراب فمضترب بسواحلة الشرقية فيما خص درجات الحرارة قصوة تقريبا تكون من بين 37 إلى 42 درجة خاصة بالمعاطق الداخلية وأيضا بالجنوب باستثناء المرتفعات وقرب سواحل تقريبا الأرقام تتروح من بين 31 إلى 35 درجة انتلاقة الأسبوع القادم تتميز بتقالص الفورق الحركية تتباعا لذلك بيستتقلص حدة وفعلة رياح مقرنتا بيوم الأحد تكون في أغلبها من قطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة البحر يكون مضترب باستثناء خليج حمامات وجهة الساحل يكون قليل الاضطراب استقرار مرتقب فيما خص درجة الحرارة وتواصل مغيمة جزئيا بأغلب المناطق مع نسب رطوبة نسبيا عالية فيما خص معيدة شروق والغروب اليوم الغد شروق الشمس بإذن الله يكون في الساعة الخامسة وخمسة وخمسين دقيقة غروبه في الساعة سادسة وثمانية وثلاثين دقيقة لمزيد من المعلومات والرشادات الموقع الخاص بالمعهد الوطني لرست الجوي تبعث ورسالات قصيرة وللتصل برقم الموزع الصوتي ثمانية وثمانين أربعين أربع أسفار أوقات صلاة اليوم الغد صلاة صبح بإذن الله بداية من الرابعة وستة عشر دقيقة الظهر من تصف النهار واربع عشر دقيقة العصر في الساعة الثالثة وثلاثة وخمسين دقيقة صلاة المغرب في الساعة السادسة واربعون دقيقة وصلاة العشاء بإذن الله في الساعة ثامنة وسبع دقائق شكرا على حسن متابعة الإتمام إلى اللقاء